كل ما التطعيمات طعمت ناس اكتر هي الفكرة مش بس في التطعيمات حضراتكم الفكرة انه التطعيم هيحول لي فئة غير قابلة للاصابة فبقت ايه زي ما الفيروس منتشر على سكيل واسع او على مدى واسع احنا كمان هنشوف الدنيا عاملة ايه وحنلاق انه كل ما استخدمنا التطعيم مع شريحة اكبر وفئة اكبر كل ما كنا عزلنا كمية عن انها تبقى معجية خدوا بالكم لازم تبصوا للصورة من هذه المنطلق انه كل ما اشخاص تطعاموا بقوا هما مش هيعدوا مش هيتعدوا فبالتالي دول انا جنبتهم على جنب فبالتالي دول فئة امنة بعدين فئة امنة بعدين فئة امنة فهي بالتالي الموضوع هيتحل بنفسه ان شاء الله فهو سباق بين الفيرولانس اللي احنا دلعناه وقلنا فيكتور من شوية لو حضراتكم كنتم تابعين في اخر تطعيم فيكتور فيرولانس او شراسة الفيروس